نعم سهام الوضع الصحيح هنا في مستشفى كمال عدوان صعب للغاية بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية وأيضاً عدم وجود السولار الكافي لتشغيل المولدات وتشغيل المستشفى بشكل كامل هذا ما ينذر أيضاً على حياة المرضى وحياة الأطفال القدج بالخطر لعدم تشغيل المولدات الرئيسية بالإضافة أيضاً أن المولدات الرئيسية تنطفق بين الحين والآخر لعدم وجود السولار طيب يعني ماذا عن المناطق في شمال القطاع بعد انسحاب القوات منها ولكن نعلم جيداً أن لا تزال هناك بعض الاستهدافات في المناطق الشمالية القطاع نعم الأوضاع في شمال قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا بعد عملية برية عسكرية انتدت لعشرين يوم أوضاع صعبة للغاية حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية ودمر الألاف من المنازل بالإضافة أيضاً إلى تدمير أبار المياه وتدمير وحرق المولد الرئيسي في مستشفى كمال عدوان وإخراج مستشفى العودة عن الخدمة وأيضاً حرق الطابق الثالث والرابع في مستشفى الأنسحاب جميع هؤلاء ترك جيش الاحتلال خلفه العديد من الأزمات هنا في شمال قطاع غزة طيب هل من سكان أو نازحين عادوا إلى منازلهم في شمال القطاع نعم الأهالي عادوا إلى منازلهم المضمرة وقاموا بإنشاء خيمات فوق المنازل ليستمروا في حياتهم الصعبة بالإضافة أيضاً عادوا إلى منازلهم في أوضاع إنسانية صعبة حيث لا يتوفر المأكل ولا يتوفر الماء بالإضافة أيضاً أن معظم العائلات خرجت من منازلها أثناء العملية البرية العسكرية وتركت في منازلها المواد الغذائية رجعوا الأهالي إلى المنازل على أمل وجود البعض من مقومات الحياة لكن الاحتلال قام بتدمير جميع المنازل في شمال قطاع غزة بالإضافة أيضاً لتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز التموين التابعة للأموة التي كان يتم تخزين بها الألاف من المساعدات لتوزيعها على المواطنين هنا في شمال قطاع غزة كيف يتدبرون أحوالهم الأهالي هناك وأيضاً النازحون في ظل قطاع المساعدات حتى هي مقطوعة عن جنوب القطاع ماذا عن شماله؟ كيف يتدبرون أمورهم؟ نعم مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من المضطرد أن العائلات تذهب لزيارة أرحمهم وتذهب للأضاحي وأيضاً يوجد أجواء فرح جميعها غابت هنا في شمال قطاع غزة لأن العائلات باتت حاجاتها الأساسية توفير الغذاء والماء هنا في شمال قطاع غزة هناك صعوبة في توفير الغذاء والمواد الأساسية بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات بشكل كامل هنا إلى شمال قطاع غزة هو القليل من الطحين لا يطلل ليس هناك مواد غذائية كافية وذلك ما يؤدي أيضاً إلى انتشار المجاعة وهذا ما نشرته تقارير الأمم المتحدة بأن شبح المجاعة يخيم على شمال القطاع نعم شبح المجاعة عاد من جديد إلى شمال قطاع غزة بعد قطرة من إذكال المساعدات عاد شبح المجاعة هنا إلى شمال قطاع غزة حيث الأهالي يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية هنا في شمال قطاع غزة الأهالي باتت أيامهم في الحصول على الطعام من أجل طعام أطفالهم شكراً جزيلاً لك فادي الوحيدي الصحفي كنت معنا من أمام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع